السلام عليكم اليوم نتكلم راح نأخذ الدرس الثالث راح نتكلم فيه عن F الشرطية ومعناها افتراض شرط قبل وقوع أي حدث طبعا نبدأ فيه البداية المعتادة نجد نقوم بإنكلود للIO stream using name space std ثم int main نطلب من المستخدم إدخال رقمين ثم يقارن بينهم هل الرقم الأول يساوي الرقم الثاني أم لا إذا كان يساوي نقول لأن يساوي إذا كان ما يساوي نقول أن الرقمين مختلفين طيح عشان نخلي المستخدم يدخل رقمين لازم نعرف مختلفين نتغيرين مثلا من النوع int int y نستخدم int int مختلفين مختلفين لكن هذه أسرع ثم نطلب منه int 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 your two numbers to compare int 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 x y x y ثم هذه الأشياء اللي أخذناها في الدروس السابقة الشيء الجديد اللي نبغى نأخذها في الدرس هذا هو شرط F نكتب F ندرك التدقيق في الكتابة لازم تكون بشكل تالي نفتح قوس نسكره نكتب داخل القوس يعني إذا كان X يساوي y طبعا إذا بغان نساوي قيمتين لازم نخلي يساوي دبل يساوي يساوي لما نقول يساوي وحده يساوي يساوي إذا كانت بين قيمتين يقول إذا كان x y يدخلهم المستخدم متساويين أطبع الشاشة x يساوي y end line عشان ينزل في سطر جديد جديد نشوف مع بعض اللي خدنا هذا ما في خطأ نشوف الناتج enter to numbers مثلا ندخلنا 5 5 5 50 5 50 55 تساوي 5 50 إذا ما دخلت رقمين متساويين متساويين مثلا 34 34 يقول لها متساوي إذا ما دخلت رقمين متساويين هنا لا أكتبت أي شيء إضافي عشان يعلمني إذا ما كتبت شيء متساوي لكن في أمر تابع للF يسمى else إذا كان الشرط غير صحيح إذا ما كانوا متساويين متساويين عدن الكلام الذي نريد أن أقوله مثلا x مثلا نقول لا تساوي y end line الآن في هذه الحالة إذا كان العددين متساويين يطبع أنهم متساويين إذا كانوا غير متساويين يطبع أنهم غير متساويين ولو نقواها بشكل أرتب شوي مثلا نكتب enter first number ثم ننسين x ثم ننسي out second number cn y نشيك ما في أي خطأ نطبق يقول إتدخل رقم الأول قلنا مثلاً 40 الرقم الثاني 40 يقولك 40 تساوي 40 نطبق مرة ثانية مختلفين 32 يقولك 24 لا تساوي 32 32 هناك شروط مختلفة مثل أكبر منه أصغر منه وأشياء ثانية مثلاً مثل كذا أو كذا الأكبر من الأصغر منه سأخذها في الدرس الثالث القسم الثاني سيكون لقسمين القسم الأول انتهينا من حالياً القسم الثاني يختص بتغيير الإشارات أصغر من أكبر من يساوي لا يساوي وهذه الاحتمالات سوف نراها في الدرس الثاني في الدرس الثالث في الجزء الثاني من هذا الدرس أتمنى أن يكون الجزء الأول من الدرس الثالث مفيد وترقبوا الدرس الثاني وشكراً ترجمة نانسي قنقر